الفكرة القديمة عن الجهاز العصبي كانت فكرة مبسطة جدا ان الوحدة العصبية عبارة عن خلية بتستقبل الاشارات عن طريق زوائد متعددة زي فروع الشجر كده تستقبل بيها الاشارات وبعد كده يطلع منها كمش هو الاوامر بتاع الخلية ترجمة نانسي قنقر 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 هي دي اللي بتهايمن وتستعمل المخ كله وهي دي اللي هي بنقول إن هي فوق إنها فوق الزبان وفوق المكان فهي فوق لا يجري عليها التغير بمعنى إن الجسم يموت هي ما تموتش المخ يتغير هي لا تتغير جسم يمرض هي لا تمرض جسم يشيخ هي لا تشيخ فهي دي اللي نسميها النفس الخالدة وهي لها هذه الحاكمية المطلقة بناء على النفخة الروبانية فإذا نفخت فيه من الروبان فقعوا له مساعدين فهي دي النفس الإلهية وهي للسر الأعظم من هذا الكل وفي الواقع دي معلوماتنا عنها مغرد أنها موجودة لكن هي إن فيه إزاي وإيه حكايتها وإيه حكايتها الله أعلم دي أكبر رؤز في الإنسان كله اشتركوا في القناة